شريحة ذات عرض التقديمي الذي يسميه باستخدام عرض تقديمي لبلاك فيزن أو باستخدام أي من المنظمة السابقة تيمبلتس يسم بناء على ما يسمى شريحة الرئيسية وهو شريحتان أفضلتان كمان بتنظيم بريزنتيج وهما النهاء الرئيسي سلايد ماستر وشريحة عنوان سلايد ماستر سلايد ماستر يظهر عن قوالب الراسية لبناء العرض والتي تقيد الخواصة الصفية لها كما تقيد أيضا قوالب الراسية للملاحظة نوت ونفتصة هاند أوت ولينفتصة سلايد ماستر نقوم بفتحة قديمة view ونفتحة سلايد ماستر لإماء الفرائية فيماستر فنظر أنه يتم عرض شريحتين فقط وهما أشبكة الرئيسية سلايد ماستر وشريحة العطاية تايت المعرض لتغيير أحد الفلايد ماستر يمكن تغيير خواص مع الشرائح الموجودة داخل العرض لتغيير أحد خريحة العنوان سيتم تغيير خواص أو خريحة داخل العرض سقط ولتغيير أبداً مستخدم للمجميع الشرائح نضع العشر على الفلايد ماستر لنقوم باختيار العنوان الخاصة المنوان ومن نقوم باختيار الخط الذي نريد استخدام لإغلاق الشرائح المستخدم في عناوين الشرائح الموجودة داخل العرض لتطبيق هذا القديم على الشرائح الجديدة التي شاتنا نقوم باختيارها ويجد ملاحظة أنه إذا قمنا بخواص شرائح منفصل ثم قمنا بخير نفس الخواص للشريحة داخل العرض فإن التعديل تم إجراءه في عناوين الشريحة داخل العرض سيتم تضمع على جميع عداء الشرائحة التي تغيير خواصها بشكل مفرد والذي نختار الشرائحة الخاصة بعنوين الشريحة الحاجة من القائمة الصغيرة نقوم باختيار أحد خط هذه القائمة ثم نفح المشكلة ونقوم باختيار الشبابات الخاص من منوان الشريحة ومن القائمة نقوم باختيار خط أخر من خط الخط الذي قمنا باختياره في القوى السابق وللانتغل إلى طريقة نورمال زيارة أخرى نضغط بسائح نورمال فنباحب أن المشكلة من الشريحة المشكلة لم يتغير بسائل الشريحة المانستر ولكن بسائل الشرائح الموظف العرض كما تعديلها تخدم نفس الخط الذي تعينه في سلايد ماستر ولذلك الشريحة الثالثة ستستخدم التعليقات التي أجريها في السريحة سلايد ماستر نقوم بفتح أخرى من المشكلة أفضل ثم نختار سلايد لي ستظهر اللوحة سلايد لي آوت ويظهر أزرق اللون على تخطيط أخدم في الشريحة المعالية بز أب لاي فلاي فلاي آوت وبتحريط أخرى على هذا التعليقات يوجد ساهم يشير أكسل فنضغط المشكلة على هذا نختار ريال لي آوت ثم تغيير الشريحة الثالثة لتخدم نفس الشريحة المستخدم الشريحة الرئيسية ستقعد